الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعي لكم وشروط الصوم يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر خال من الموانع وهذا يختص بالمرأة الأول أن يكون مسلما لا يجب الصوم على غير مسلم لا يصح منه ولا يقبل ليوموم قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله الثاني البلوغ وهو وصول صغير وجارية وقت التكليف بعلامة من علامات البلوغ ليوموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النام حتى يستيقظ وأن المجنون حتى يفيق وأن الصغير حتى يكبر الثالث العاقل لا يجب الصوم على غير عاقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يحتلم وأن المجنون حتى يفيق وأن النام حتى يستيقظ الرابع أن يكون قادرا على الصوم فإن كان الإنسان غير قادر على الصوم بسبب مرض أو غيره فلا يجب عليه الصوم لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الخامس أن يكون مقيما فإن كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم لقوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر السادس أن يكون خاليا من الموانع وهذا يختص بالمرأة فإشترط في وجوب الصوم عليها أن لا تكون حائضا ولا نفسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حضت لم تصلي ولا متسم مايس ي Basic عن جرح لكم فإن أقناب فإن سوف نفسك فإن أقناب كل الموانع من أن م absence بسيئ، صنع، صنع، لأعوال أن أن يكون النديم و partليا من حضر فإن سوف نفسك إسلام فإن سوف نفسك فإن سوف نفسكم بان لذلك فإن سوف يدلت عطلق من كل الموانع اكتماesc فإن الله سوفد قرؤية ونفسكم فإن سوف تقصد أغراء believed in Allah and his Messenger condition number two maturity and this is when a child which is the age of puberty and messenger of Allah said the pen has been lifted from three from the asleep until he wakes up and from the child until he reaches puberty and from the insane until he gains the sanity condition number three sanity first did not compose you on someone that is insane like it like the Messenger of Allah said the pen has been lifted from three from the insane until he gains his sanity and from the asleep until he wakes up and from the child until he reaches puberty condition number four he must be able to fast if someone isn't able to fast because of a sickness or something else then fasting isn't compulsory on him like Allah said in glorious Quran and whoever is ill on a journey then fasting not compulsory upon him like Allah said in glorious Quran and whoever is ill on a journey then he's counted days he missed and put them upon other days condition number five he must he mustn't be on a he must be free from the hindrances of fasting and this is especially for the females as did not compulsory on them to fast during menstruation wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ramadan mubarak you you